فرصة الصيف والأجازات وخصوصا لما بيكون عندنا وقت نكون موجودين على البحر أو موجودين في أي أجازة بتبقى فكرة إنك كمان ممكن تدي نفسك أجازة مثلا تشتغل عندك ضغط في العمل فإيه اللي هيريحك إنك تقرأ وإن يكون معاك كتاب أو إن الثقافة تاخدك لعالم تاني فكرة إني أتعود على إن يكون معايا كتاب وإني أعود كمان أسرتي أو عائلتي أو أطفالي الصغيرين إن هم يبقوا دايما بصحبة الكتاب في شنطتهم الصغيرة لما بيشوفوا باباهم أو مامتهم بيقرؤ هم كمان بعد فترة بتبقى عادة خلينا كده ناخد وندي مع يعني عمر المعداوي عمر الحقيقة زرنا قبل كده في التساع وبيتكلم دايما عن محتوى رقمي عن الكتب والثقافة خلينا كده نستضيفه وخلينا كده نروح معاه في عالم الكتب مساء الخير يا عمر مساء النور مدام شايفك إزاي حضرتك يعني فكرة إنه أنا بحلم إنه أشوف الناس على طول الكتب أو القراءة يعني زمان كان المصريين بتاع هتلاقي معك جورنان فكرة الجورنان اللي شايله على طول يعني لكن فكرة الكتاب في الأجازة دي فكرة لطيفة جدا نبدأ تعودنا على بقية السنة اللي يبقى معنا الكتاب بالضبط هو بقى يعني فكرة الصيف وفكرة الأجازة إن أنا أعمل حاجة مختلفة إحنا طول السنة ما بين الشغل وما بين الضغوطات وكلنا أو أغلبنا مسكين الموبايل على طول صح يعني بدل ما إبني على طول مع الموبايل أنا ممكن أحوله لكتاب صغير بالضبط يعني بس لازم أعمله نوع من أنواع الجذب تعال كده نعمل إيه؟ يعني ندي شوية مقترحات في حاجات الناس تقرأين أولا أنت لو رايح أجازة ما تاخدش معك كتاب تقيل تقيل سواء تقيل فعلا يعني كتاب كبير مش هتقدر تخلصه أو كتاب يعني الموضوع صعب أو تاريخي أو لا خد معك حاجة خفيفة حاجة تتبسط بيها حاجة في موضوع أنت أحب أو رواية كان نفسك تقرأم ما تيجي نقسمها أعمار يعني تعال نقول الشباب مثلا هيحبه والأطفال أكيد قصص وحاجات لطيفة لكن الشباب مثلا ممكن نديهم إيه؟ والكبار شوية أحبوا يقروا إيه؟ خلينا نروح لمرحلة الشباب الأول ونقول لهم أنت ممكن فيه كتب كده لطيفة ممكن تعملك كمان تخلي مودك أحسن يعني أنا دايما بخترح أن الشباب الشباب دلوقتي كله بيتفرج على المسلسلات ونيتفليكس والمنصات الكتير يا جدا أنا أشوف إيه الفيلم اللي عجبه أو المسلسل اللي هو بيتابعه ويكون عامل قصته أجيب له قصته وأجيب له الرواية خصوصا فيه حركة ترجمة كبيرة جدا صحيح حصلة في دور النشر المصرية والعربية خلال الخمس سنين اللي فاتوا فالحاجة على طول بتترجم أول بأول أو حتى أجيب له النسخة الأجنبية طب تتدينا عمسل أنا بكتب معاك والله فيه كتير Game of Thrones دي معمولة كتاب لهو كانت مثلا أتفرج عليه فيه حاجة اسمها جين الحافي دي كوميكس ياباني آه حاجات بتضحك آه نعم ما بتضحكش آه يعني حلوة جدا يعني رواية مصورة لو هو مثلا بيتفرج على باتمان جوكر سلاح في النينجا الحاجات دي الحاجات دي هلين روايات المصورة بتاعته فأنا شوف ابني أصلا بيحب إيه زي سلسلة هاري بوتر يعني العالم كله عايز معيها وكل اللي أرى السلسلة هي من خمس أجزاء سواء بالإنجلش أو بالعرب كل اللي أرى السلسلة بتاعت هاري بوتر يقول إن هي أفضل مئة مرة من الأفلام لإنه حقق ملايين النسخ والترجمة لعشرات اللغات حوالي العالم حققت فعلا نجاح أكبر من الأفلام بكتير جدا ترجمة نانسي قنقر